السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد عن جونيبر نتوركس طبعا احنا المرة الماضية حكينا عن اشياء بسيطة عن افكار اساسية بالجونيبر عن يعني كيف طريقة مثلا تعرض البيانات كيف كذا في شيء يعني مهم لازم تعرفه اللي هو جونيبر عبارة عن يونيكس فأنت إذا مألوف إلك اليونيكس يعني لو حاليا فتحت شيل هنا حكيت له open لو حكيت له مثلا هون man fconfig فهو بحكي لي أنه fconfig هي عبارة عن برنامج هنا مثلا minus v minus a ما تبعتهم في عندك الادرس فاميلي كذا كيف أنك مثلا تعمل fconfig up مثلا بخلي fdown premiscuous إنه البيانات بقدر يجمعها من كل الانترفيس بتقدر تعمل fconfig add address و prefix length أو يعني بتقدر تضيف tunnels يعني بتقدر تعمل تقريبا كل يعني تشوف كل الاشي بتعملو هاي الأوامر لكن أنا لو أجيت هون وهسا بدي أخذ ألقي نظرة على هاي الموضوع في عندك help topic مثلا help topic مثلا rib أو لا خلال نحكي static static أو routing 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 options مثلا routing options إيش كمان في عندي خلال نخد routing options static فخلينا أشوف static routing options static أنا ما بعرف يعني كيف عمل routing options static أو ما بعرف شو المقصود فيها بقول لي هون كل المعلومات اللي أنا بحتاجة عن routing options static وكيف مثلا يعني شو الطريقة وكذا وكيف تحط next hub address يعني أنت تأخذ كل المعلومات اللي أنت بتحتاجها عن موضوعها طبعا في معلومات كثير يعني بيكون حطيلك إياها على هاي الموضوع فخلينا ندخل على أول شي خلنا نعمل show configuration طبعا هاي ما في على أي configuration حاليا أنتو شايفين ما في حتى على interfaces IP address يعني ما في أي شي خلنا نعمل ونعمل configure ندخل هون بدنا نعمل اللي هي نعمل editing للإنترفيس فأنا كيف بدي أضيف IP address على إنترفيس معين لو جيت ألقيت نظرة هون نقدر نضيف على IP مثلا على 00 أنا خلينا ناخد هون طيب هاي root هاي نروح عليها على right من Ethernet 0 ل Ethernet 0 طبعا حاليا أنا على Unix command line فأنا رح إيش أحكي له CLI بعد ما أحكي له configure أو لا خلينا نشوف نحكي له show configuration فأنت شايف هنا طبعا أنه في IP address وكذا في يفضل أن شو نعمل ندخل على configure وبعدين نحكي له load factory defaults وبعدين نعمل set system root authentication plain text password وندخل الpassword تبعنا مرة ثانية بعدين نحكي له commit هاي منتأكد أنه two routers يعني حاليا ما في عليهم أي configuration نهائيا طيب بدي أدخل أحكي له set interface gig e 00 طبعا هنا unit بما أنه عبارة Ethernet مش يعني switch فأكيد راح يكون لوجيك interface واحد يعني أنت لما تحط IP address فعليا أنت ما بتقدر تمسكه بإيدك يعني IP address هو شيء منطقي فهم بحكوا لك بما أنه شيء منطقي وأنا لما أحط IP address على مثلا VLAN 10 و VLAN 1 و VLAN لما تحط VLAN على VLAN 1 فزي كأن حطيته على unit 0 يعني ما في عندك أي VLAN ثانية فنفس الشيء هون هم حقوا أنه set interface unit 0 بما أنه ما في عندك شيء family إيش نوع family في IP version 4 و IP 6 بس بما أنه Unix فهو بحكي INET INET لو جيت على حكيت له fconfig شايف هاي مثلا INET INET مش INET 6 هاي INET 6 اللي هاي الادرس اللي عندك هون هاي INET ف INET ADDRESS خلي نحط مثلا 10 1 1 1 1 24 كمان بدي أحط SET KIG لا لا INTERFACE KIG 00 DESCRIPTION مثلا هاي CONNECTION 2 R 2 وأخر شي بحكي لكم من بنتقل لهون وباجي بحكي له SET INTERFACE GIG E 000 طبعا هون بدك تكيله UNIT 0 FAMILY INET طبعا فيندك INET 6 بقولك IP VIRGIN 6 PROTOCOL PARAMETERS ADRESS بتكيله مثلا 10 1 1 2 ليش لأنه هو router 2 SET INTERFACE DESCRIPTION SET INTERFACE KIG E DESCRIPTION فبتكيله مثلا هاي CONNECTION CONNECTION 2 R1 COMMIT هداك حكينا CONNECTION 2 R1 هداك حكينا CONNECTION 2 R2 CONNECTION 2 R1 واخر شيء بتقدر من هون طبعا كمان SET SET HOST NAME Juniper R2 عشان تعرف انك انت Juniper R2 بعد متحكي لكم مات طبعا هيك بتكون عملت CONNECTION 2 يأما بتعمل EXIT وبتحكي LOBING CANNOT ASSIDE REQUEST ADRESS SHOW INTERFACE TERS حتى مش مبينات الانترفيس هون مش عارف ليش ممكن ممكن لازم احنا نعمل EXIT من هون طيب منعالجها على كل حال هاي المشكلة ب فيديوهات قادمة على كل حال الان حاليا شاكل الاستماق السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة